اشتركوا في القناة في رحيل المناضل الجسور علي احمد بن نصيب العمري احد ابرز القيادات العسكرية والسياسية للجبهة القومية والذي مثل انموذجا للرجل الوطني المتفاني في خدمة ونكران للذات واكد فخمته ان رحيل الفقيد يمثل خسارة كبيرة للوطن الذي هو في امس الحاجة لامثاله للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في سبيل سعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي بحسن صالح برقية عزاء وموساهي للعميد سعيد علي العمري مدير امن وشرطة الودي والصحراء والقاضي اكرم نصيب العمري وكافة الى العمري في وفاة الشخصية السياسية والعسكرية والوطنية المناضل علي احمد بن نصيب العمري الذي وفته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء واشار نائب رئيس لمناقب الفقيد وبطولاته واسهاماته الكبيرة في ثورة الرابع عشر من اكتوبر كونه احد ابرز مناضليها اضافة لتوليه العديد من المناصب الرسمية بعد الثورة وحيازته لعدد من الاوسمة والميداليات لما تمثله من صدق واخلاص في عمله طيلة حياته اجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظ الجوف اللواء من العكيمي هنأه فيها بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالمحافظة ضد ميليشيات الحوثي وصالح واشاد نائب رئيس الجمهورية بنجاح العملية العسكرية التي نفذها الجيش المقاومة لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف تحت غطاء جوي من طيران التحالف العربي مؤكدا ان تلك الانتصارات ستكون دافعا لتحرير كامل المحافظة من الانقلابين بدأ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف تحت غطاء جوي من طيران التحالف العربي وقال محافظة الجوف اللواء من العكيمي نبطى القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية تمكنوا في الساعات الاولى من العملية من تحرير مواقع استراتيجية هي منطقة كتنه ووادي الغمير منطقة الضعى وجبل الكحيل وموقع الجرشة وموقع سنبلة وجبال المجرب المطلة على سوق الثلوث واضف ان هذه المناطق لها اهمية كبيرة واستراتيجية باعتبارها قريبة من الخطة الدولية الذي يربط محافظة الجوف بمنفذ البقع بمحافظة السعدة افشل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما للميليشيات الانقلابية على تخوم مديرية ارحب بمحافظة الصنعاء وكبدتها خسائر فادحة في الارواح والمعدات وقالت مصادر ميدانية في الصنعاء نقوة الجيش والمقاومة وبدعم من قوات التحالف العربي تصدت لهجوم الميليشيات واجبلتها على التلاجع في جبال يام الواقعة بين مديرية نهم وارحب في صنعاء قصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة صعدة تجمعات للميليشيات الانقلابية غرب صحراء البقع بمديرية كتاف فيما تصعدت حدة المواجهات شرق المديرية بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على مواقع جديدة وذكرت مصادر ميدانية ان قوات الجيش والمقاومة قصف التجمعات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلف وادي عبيد بصحراء البقع غربا ما اسفر عن سقوط قتل وجرحة وتدمير آليات واطقم عسكرية ومدفع وذخيرة نفذ رجال المقاومة الشعبية في اقليم اتهام ثلاث هجمات نوعية متتالية استهدفت مسلحي عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الاجرامية في محافظة حجة حيث هاجم الابطال مواقع عسكرية في رأس التب المطلة على نقطة للميليشيات في ابو دوار اسفر عن سقوط قتل وجرحة في اوساط مسلحي الميليشيات كما استهدف رجال المقاومة في هجومهم الثاني بقنبلة يدوية اثنين من مسلحي ميليشيات الحوثي وهما على متن دراجة نارية في الشارع العام امام مجموعة ربا الصنعاء بمديرية عبس اسفر الهجوم بحسب شهود عيان عن اصابات جريحة وخطيرة لهم اما الهجوم الثالث للرجال المقاومة فقد جاء عبر كمين محكم لطقم قادم من الخشم باتجاه مدينة حجة وكان يقول على متنه ثمانية من مسلحي ميليشيات الحوثي اسفر الهجوم عن سقوط قتل وجرحة من مسلحي الميليشيات بحسب المركز الاعلامي في اقليم تيهامة بهذا نكون ننتهي وياكم من مجز الاخبار من قناة عدن الفضائية دمتم ودم الوطن بألف خير الى اللقاء